تعالى السفير مرحبا بك إلى هذا اللقاء الخاص مجددا بدأ الآن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أعماله هل كان الطريق للوصول إلى هذا المؤتمر سهلا أو صعبا صف لنا من خلال الدورة الدولي الذي شاركتم فيه أعتقد أن هذا نجاح كبير ونرى ذلك بطبيعة الحال بفضل جوهر التحول السياسي الذي تقدمت به مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم التوقيع عليها في ديسمبر عام 2011 والآن نعيش مرحلة يتوجه بها اتخاذ عدة قرارات في سياق مواجهتها لتحديات عدة ونأمل أن يتم العمل على حلها الأمر الأكثر أهمية هو رغم التعقيدات التي اكتنفت التحضيرات لعملية الحوار الوطني والتي أخذت في الحسبان الصعوبات التي يعيشها اليمن والرؤى المختلف لكافة أطيافه لكن اليمنيين كانوا يحضرون لهذه العملية من خلال اللجان التحضيرية واستطاعوا أن يحققوا تقدما كبيرا في التوصل إلى نتائج مرضية هناك أيضا إشكاليات برزت عشية عقادة المؤتمر بعض فصائل الحراك الجنوبي لا تزال مقاطعة لهذا المؤتمر بعض الشخصية أعلنت عن عدم مشاركتها وسجلت تحفظات بما فيها أحزاب اللقاء المشترك هل هذا سيؤثر على المؤتمر الحوار؟ إن موقفنا كان ثابتا على الدوام وإن قرار المشاركة من عدمه في الحوار الوطني يبقى مطروكا للأفراد وبقية أفراد المجتمع وعليهم أن يتخذوه بأنفسهم وما من قاعدة أو متطلبات تفرض على مشاركة الشعب في الحوار ونرى أنه يشكل منبرا يجمع الناس للوقوف على كيفية تدليل التحديات التي تواجه البلاد والقرارات سوف تتخذ من قبل الأشخاص المشاركين في الحوار وإذا مختار أحدهم التغيب فهذا القرار متروك له لكن في نهاية المطاف الأمر المهم هو وجود الأشخاص الخمسمائة والخمسة والستين الذين قرروا أن يكونوا جزءا من هذه العملية هل تعتقدون أن من يشاركون في المؤتمر عن الجنوب كافيين لتمثيل القضية الجنوبية خاصة أن هناك معترضين أو ممتنعين عن الحضور يتبنون الكفاح المسلح نعتقد أن القرارات التي تم اتخاذها نتيجة للحوار الوطني يجب أن تكون هي الحاسمة فيما يخص الخلافات القائمة بين الشمال والجنوب ونعتقد أن هناك تمثيل جيد من الجنوب ونثمن ما قدمه الرئيس هادي شخصيا من جهود حفيثة من خلال زيارته للجنوب والاجتماع مع مجموعة من القيادات هناك ونأمل أن يتم تمثيل بعض القادة الجنوبيين الذين تغيبوا أو أن يعملوا على المشاركة في الحوار الوطني من أجل زيادة عدد ونطاق الممثلين لكن يبقى الحوار الوطني هو المنبر لاتخاذ القرار والناس المشاركون في الحوار هم من سيتخذون القرار لحل المشاكل وأما من اختاروا الابتعادة عن الحوار فهذا من حقهم لكنهم في نفس الوقت قرروا أنهم لن يكونوا جزءا من حل مشاكل اليمن هناك بعض القيادات يبدو أنها مدعومة من أطراف خارجية علي سالم البيض الذي يقال بأنه مدعوما من إيران ربما هو الوحيد الذي يدعو إلى الكفاح المسلح يشكل الحوار الوطني فرصة تاريخية ونقر بأن ما حدث في السابق في الجنوب هو أمر يؤسف له والتظلمات التي عبر عنها أهل الجنوب في الطريقة التي عملت بها منطقتهم منذ عام 1990 هي التظلمات المشروعة ونتوقع ونأمل أنه من خلال عملية الحوار الوطني أن يتم إيجاد الحلول وطيو صفحة الماضي والانتقال للعمل من أجل المستقبل وهذا من شأنه أن يضمن لجميع اليمنيين فرصا متساوية في المجتمع وما من بديل لذلك لأن تهديد العنف واستخدامه في محاولة لتقويض الحوار الوطني والتدخل في وحدة اليمن هي مسألة غير مقبولة بالنسبة لنا ولجميع الأسرة الدولية في ظل ما يطرح من وصول شحنات أسلحة من الخارج لبعض الأطراف سواء في الشمال أو في الجنوب وهذا لا تشكل تهديد أيضا للاستقرار الذي يسعى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى تثبيته في اليمن هذا سؤال جيد للغاية وهناك جانبان للإجابة الجانب الأول هو أنه من خلال الحوار الوطني والتنفيذ الناجح لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي نأمل أن يستطيع اليمن من حل كافة المشاكل العالقة ولسيما المشاكل التي تؤدي إلى زيادة العنف في المجتمع وتسليح المعارضة المناوئة للحكومة اليمنية لذا نأمل من التحول السياسي الذي نعيشه الآن أن نستطيع إزالة بعض من هذه المشاكل من النسيج السياسي والاجتماعي في اليمن وأن نسمح للبلاد بالتقدم وبناء مجتمع سلمي وديمقراطي من جهة أخرى نعلم ما هي مصادر التسلح ونعلم أن إيران تقف وراء التسليح من خلال علاقاتها مع بعض المجموعات داخل اليمن بغية خلق الفوضى وعدم الاستقرار وإثارة العنف في المجتمع لذا هناك سلوك تبذله الأسرة الدولية لتغيير السلوك الإيراني نظرا لأن إيران باتت مصدرا للتهديد وعدم الاستقرار الإقليمي وسنكون بدورنا قادرين على وقف التدخل بشؤون اليمن الداخلية هل حصل بينكم وبين أي من القيادات الجنوبية في الخارج أي اتصال كولايات متحدة أمريكية أو كالمجموعة العشر لإقناعهم بالابتعاد عن إيران بالدخول في الحوار بكل تأكيد لا نعتقد أن غالبية أعضاء القيادة السياسية للجنوب هي خارج اليمن بالنسبة لكبار عناصر القيادة في اليمن الجنوبي نذكر ناصر محمد وحيدر العطاس وكان هناك اتصالات معهما ليس عن طريق شخصيا بل عن طريق زملاء البريطانيين والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى والروس أيضا بقوا على اتصالات مستمرة معهم من أجل حفظهم على المشاركة ما هي الخطوات التي نتوقع أن تدعمون الرئيس في تنفيذها بشكل موازي للحوار الوطني الذي سيستمر أشهر فضلا عن الدعم المقدم للحوار الوطني بحد ذاته الولايات المتحدة ما تزال تطلع بدور إعادة تنظيم القوات العسكرية ونتوقع عودة فرق التخطيط التابعة لنا إلى صنعاء قبل نهاية شهر مارس من أجل إتمام عملها بالتعاون مع إصدقائنا الأردنيين من أجل تنفيذ المرسوم الذي أصدره الرئيس هادي في ديسمبر ومن أجل التخطيط للمرحلة الثانية من إعادة التنظيم وهذا يسير بالتوازي مع الحوار الوطني في مسار منفصل وسوف نستمر في تقديم مساعدات التنمية وقدمنا سلفا ما يقرب من 75% من برنامج المساعدات التي تعهدنا بها في مؤتمر المانحين المنعقد العام الماضي وسنعمل على اتخاذ الخطوات التي من شأنها ضمان تعهدتنا والعمل بصورة لصيقة مع حكومة اليمن مشاهدين الكرام أفاصل قصير ثم نتابع هذا الحوار سعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنع السيد جيرال فانرستين سعدة سفير أنتم متهمون بأنكم تدخلتم مع أطراف أخرى لتحويل ثورة الشباب في اليمن إلى عملية مصالحة سياسية فهل بالإمكان أن توضحوا ما هي كانت المخاطر التي قادت إلى هذا التدخل ثم هل مطالب الشباب ستحقق من خلال مؤتمر الحوار الوطني بعيدا عن التدخل في ثورة الشباب من وجهة نظرنا الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ومبادرة دول مجلس التعاون والعملية التي نطلع بها الآن ما هي إلا تحقيق لأهداف ثورة الشباب الذين طالبوا بتغيير الحكومة والحصول على فرص جديدة وطالبوا بضرورة سماع بعض الأصوات الجديدة من النساء والشباب ليكن لهم تمثيل أكبر وطالبوا باتخاذ قرار لمواجهة بعض التحديات ولا سيما العلاقات بين الشمال والجنوب مطالبات الشباب هي على طاولة البحث الآن وفرصة تحقيقها موضع اهتمامنا وهذا من وجهة نظرنا يشكل نموذجا للمخاوف والمشاكل التي أثيرت ليس في اليمن فحسب بل في جميع أنحاء المنطقة عام 2011 كيف يمكن أن نعالج هذه المشاكل والمخاوف من خلال حوار سلمي وتغيير سياسي نرى أن هذا سيكون مثالا عظيما عن كيفية تعاون اليمنيين من أجل حل مشاكل المجتمع بطريقة سياسية وسلمية الشباب يرون بأن بعض مراكز القوى القديمة موجودة في المؤتمر وهي التي ربما تتحكم بمخرجات الحوار الوطني هناك أيضا من المتهمين أو من من يصفونهم بالملطخة أيديهم بدماء شباب التوراة يشاركون اليوم في الحوار فأعتقد كيف هذا يتم القبول به من بعض الأطراف السياسية ومنكم أنتم رعاة هذه التسوية أعتقد صراحة أنه من أجل ضمان تمثيل القوى والحركات السياسية الكبرى في اليمن فلابد لهم من التوافق على اختيار مرشحيهم كان يمكن الحل أن يصل إلى قيام كل طرف بالطعن بممثل الطرف الآخر ومن الواضح أن هناك أشخاص كثر في المجتمع خضعوا لتدقيق على مستوى سجلتهم وهناك البعض الآخر ممن لا تؤهلهم سجلتهم للتمثيل ونأمل أن تجتمع الأطراف في الحوار الوطني بنوايا طيبة وأن تكون الجهود المبدولة عنصرا إيجابيا في حل هذه الخلافات وندرك أنه في الحوار الوطني سيتم تشكيل لجنة تأديبية وفهمنا من مناقشتنا مع قيادات الحوار أنه سيتم استخدام الإجراءات التأديبية المعمول بها وقواعد الحوار الوطني لعزل أي ممثل يسعى لتقويض أهداف أو أغراض الحوار هناك مشكلة رئيسية تتعلق بإعادة النظر في شكل الوحدة والدولة والنظام السياسي في اليمن هل ممكن أن تساعدون اليمن في اتجاه وجود يمن واحد أو يمنين أو أكثر من يمن؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة ومعها بقية الأسرة الدولية تدعم وحدة اليمن وأنا واثق أنه في نهاية هذه العملية سنتوصل إلى اتفاقيات تضمن انتقال اليمن إلى مستقبل أفضل وللحديث بشكل مفصل عن ذلك ولمعرفة ما هو شكل الدولة المتوقع وما إذا كان اليمن سيضع نظاما محليا أو اتحاديا هذه القضايا سيقررها اليمنيون في سياق الحوار الوطني هناك أكثر من خيار بالنسبة للفيدرالية أي الخيارات تفضلون فيدرالية من قليمين أو فيدرالية متعددة الأقاليم؟ هذه القضايا ستتم مناقشاتها في الحوار الوطني ولا يوجد لهذا السؤال إجابة صحيحة أو خاطئة لدينا خمسون ولاية وتسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا لكن يبقى نجاح مثل هذا النظام لدى الآخرين مسألة أخرى لكننا نأمل أن تتم مناقشة هذه القضايا للتوصل إلى النتائج المطلوبة أعتقد أن الحوار يواجه فعلا تحديات في عادة بناء الدولة في وضع دستور جديد في تحقيق المبادئ التي طالب بها الشباب إذا الوقت لم يفي بالغرض هل أنتم مع التمديد للرئيس هادي؟ من وجهة نظرنا نستطيع إنهاء عمل الانتخال السياسي خلال العامين المحددين ونأمل أنه بحلول فبراير عام 2014 سنكون قادرين على الانتقال إلى الانتخابات مع حكومة جديدة ورئيس جديد وبرلمان جديد وهذا هو التعهد الذي قطعه الجميع وليس القيادة اليمنية السياسية فحسب بل مجموعة العشر التي تعهدت بتسهيل إنجاز هذه المهمة آمل أن تتبلور الأمور على هذا النحو وإذا تعذر إنجاز هذه العملية خلال فترة عامين على نحو الناجح سنعمل على النظر في بعض التعديلات بحيث نساعد هذه العملية على التقدم المسألة الأكثر أهمية هي أن نحقق نتائج ناجحة إذ لا نرغب أن يتم اختصار بعض عناصر هذه العملية من أجل الوفاء بالموعد المحدد لإنجازها ولا نريد أن نتجاهل الأجل المحدد للإنجاز لأنه أمر يهم الشعب اليمني أيضا هل لديكم حلول بالمجموعة الدول العشر تصعفون بها اليمنيين إذا الوقت لم يفي معهم؟ إذا حان الوقت المحدد لإتمام عملية الانتقال وفقا للجدول المقرر سنطلب من اليمنيين اقتراح بعض الحلول القابلة للتطبيق والمقبولة لديهم وأنا متأكد أن مجموعة العشر في ظل هذه الظروف ستقدم الدعم للقرارات التي حظيت بقبول واسع من الشعب اليمني كيف تقيمون النتائج التي وصلت إليها الحرب على القاعدة خاصة خلال العامين 2011-2012 وما هي برامجكم المستقبلية مع الرئيس هادي لمواصلة الحرب ضد القاعدة؟ أقول إن مستوى التعاون الذي حظين به مع حكومة اليمن خلال هذه الفترة ومنذ انتخاب الرئيس هادي في فبراير 2011 كان مميزا كنت في واشنطن قبل أسبوعين وأتيحت لي مقابلة مجموعة كبيرة من كبار الضباط الأمريكيين وأقول إن هذا التقييم هو السائد لدى الحكومة الأمريكية سواء لدى البيت الأبيض أو وزارة الخارجية وهناك تقدير ونظر إيجابية للتعاون الذي استطعنا أن نحققه مع الرئيس هادي خلال العام الماضي على صعيد إضعاف القاعدة وأمل أن نكون على الطريق الصحيح لإزالة تهديدات القاعدة من اليمن لأن هذا سيصب في مصلحة اليمن والولايات المتحدة والعالم ككل الطائرات بدون طيار أثارت جدل في الولايات المتحدة الأمريكية كما أثارت أيضا جدل هنا في اليمن هل أنتم بصدد إعادة النظر بدور الطائرات بدون طيار في اليمن أم أنها ستبقى تعمل كما كانت عليه في السنوات الماضية من وجهة نظرنا التحدي الأمني الكبير في اليمن ينقسم إلى قسمين الأول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد وبناء يمن قوي بحيث يتعذر معه على منظمات متطرفة مثل القاعدة العمل وتأسيس قواعد أو مراكز لها هنا الأمر الذي يهدد الشعب اليمني وبقية شعوب العالم الهدف الثاني هو زيادة قدرات القوات الأمنية اليمنية حتى تتولى الصلاحيات العسكرية وإنفاذ القوانين التي تحول دون عمل بعض المنظمات الإرهابية والمتطرفة مثل القاعدة في اليمن وكل ما تقدم عليه الولايات المتحدة لا يتم بدون الاتفاق والحصول على قبول من قبل كبار القيادات السياسية وقد ذكر ذلك الرئيس هادي بنفسه في بعض المقابلات وطالما أن هذا الاتفاق سارم مع الحكومة اليمنية حول استخدام بعض الأسلحة من أجل تحقيق بعض الأهداف الفورية فسابق الوضع كذلك وهذا قرار سياسي يتخذه الرئيس أوباما في واشنطن والرئيس هادي في صنعاء ونتوقع في هذه المرحلة أن استخدام هذا السلاح سيكون مستمرا سعد السفير لا يسعبنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكركم على سعى صدركم وكما نشكركم مشاهدنا الكريم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء